اشتركوا في القناة مع حلقة جديدة من برنامج نانون وكما تعودنا دائماً نناقش مايهم المرأة القطرية والأسرة القطرية والمجتمع القطري كافة اليوم نتكلم عن شي جميل وعن أسس من أسس الأسرة نتكلم عن المرأة وعن مدى فهمها لذاتها وشلون تغديرها لذاتها هل هي راقبة بالتغيير هل هي تسعى للتغيير ونشوف ما حولنا من النساء وبنضرب أمثل على ذلك واللي عنده استعداد التغيير اليوم يتابعنا مع دكتورتنا موزل مالكي هل سهلين فيش دكتورة؟ حيات الله الله يسلمش دكتورة موزل مالكي قنية عن التعريف استشارية لديها عيادة علاج نفسي وأيضاً هي كاتبة نتشرف وجودش معانا حيات الله عندنا أيضاً استاذتنا استاذ أميرة السحاق وطبعاً هي غنية التعريف عضو فعال في هذا البرنامج ومعطية بجميع يعني ما لديها من معرفة أهلاً وسهلاً أختي أميرة وطبعاً اختصاصي في مجال علم النفس والاستشارة النفسية إن شاء الله يبهج ويثري هذه الحلقة اليوم دكتورة عندنا أرقام حقائق عن الموضوع نتكلم فيه عن المرأة وبنشوفها ونرجع نكمل أو نبدأ نقاشنا تشهد دورات إعداد القادة في المراكز المختلفة إقبالاً نسائياً كبيراً وهي إحدى سبل تطوير الذات وفيما يخص التعليم العالي كشف استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 70.2% من الطالبات في قطر أبدين رغبتهن في استكمال الدراسات العليا مقابل 29.8% أكدنا أنهن سيكتفين بالشهادة الجامعية وأظهر الاستطلاع رغبة 33.3% من الطالبات في دراسة الهندسة بتخصصاتها المختلفة مقابل 20.7% أعربنا عن رغبتهن في دراسة الطب فيما اختارت 19% من الطالبات العمل الحر في التجارة و 12% الرسم والتصميم و 8% الإعلام و 7% الفلك وهو ما يبرز اهتمام الفتيات بالعمل في واحد من أهم المجالات التي تؤثر على الاقتصاد من زوايا مختلفة وهو القطاع العقاري مما يعد تطويراً لتوجهاتهن في التعليم الجامعي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو كشفت أن قطر ستكون خالية من الأمية بحلول عام 2015 وذلك يبرز رغبة لدى نساء ورجال قطر على تطوير الذات المجتمع القطري شهد في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة تمثلت في انخراط المرأة في سوق العمل حيث تشير إحصاءات منظمة العمل الدولية حول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ازدياد هذه المشاركة بشكل ملحوظ وقد بلغت هذه النسبة 52.1% في قطر دكتورة في البداية شفنا إحنا أرقام يعني أرقام تبشر بخير إن شاء الله مثل يعني فوق السبعين 72 76% من طالبات الجامعة اللي يدرسون ويحضرون للملكالوريوس لما سألناهم عندهم رغبة أكيدة في الحصول على الماديستير والدراسات العليا 29 فقط اللي كان عندهم إنهم يكتفون في البكالوريوس هذه الصحبة هذا المطلب يعني هل هو تحسين نتيجة ظروف مجتمعية أو ظروف من الداخل بعض من هذه الفتاءة أو هؤلاء الفتيات اللي عملوا معهم التقرير طبعا هم يعني هذا التقيير في الناحية الأكاديمية التعليمية أنا أعتقد الأهم من التقيير يكون التقيير من ناحية نفسية من ناحية في الحياة إذن هو المرأة راقبة في التقيير من الداخل من الداخل وهذا تقيير جميل لأن التعليم ينعكس على الوعي على زيادة الوعي سينعكس أيضا على مستواها الفكري مستواها في الحياة مستواها على الاهتمام بأطفالها ولكن أنا اللي لاحظته ومن خلال واقع ومن خلال يعني دراية وليس رواية كما يقولون في الدورات اللي أعملها سواء في قطر في الإمارات في السعودية في الكويت في عندي ورشة عمل اسمها بعنوان سيدتي الكون يدور من أجلك أطرح سؤال في بداية الدورة من هو أهم إنسان في حياتك كويتش مارك اللي تقول أمي اللي تقول أختي اللي تقول زوجي بعدين أقول لهم أين يعني نسيته إنسان قريب جدا منك نسيته أهم إنسان تقول مين هذا تقول ذاتك أنت حتى في دعائنا اللي في الصلاة يعني اللهم أغفر لي ولوالدي الوالدين هذين الأم اللي جنة تحت قدامها أنا أدعو لنفسي الأول حتى في اليوم القيامة الله بيحاسبني أنا عن نفسي صدقة ماكو حتى ولو نطلب أي إحسام من آخرين لا يوجد إذن أنا ذاتي الكون هذا يقولون لنظريتك أنانية هاي نظرية توليو مدلاسر بالعكس بالنظرية أغلب علماء النفس يقولون ذاتك أنت عندي دور ورشة ثانية يسمها أكسب ذاتك ورشة عندي نفسك لم تشغليها بالحق نقط شغلتك بالباطل فأنا أهتم بذاتي والله تقولون عن ذريتك أنانية قولوا بس أنا أهتم بذاتي أنا معاش تكتورة ترى فيه موضوع الله يزيج أمير اش رأيت هو إذا أنا اهتميت في ذاتي نعم وانتبهت على نفسي ومتطلباتي أكيد رح أشعر بالراحة والاستقرار النفسي ملتها ما استقريت نفسيا رح أعطي بشكل إيجابي نعم أنا دائما أقول يعني الإنسان ما يقدر يعطي ويشيل آخرين إذا هو مريض فأنا أهتم في صحتي إذا أنا ما عندي علم ولا عندي معرفة شلوم أساعد الناس في موضوع معين صحي فإذا لازم أنا أهتم في نفسي ويتعليمي أنا أقول لعنة دايما دلع نفسك أي صح صح أنا مطلب من الآخرين دلعوني لا لا يعني لازم دلعي نفسك أنا أقول حتى لو ما دلعي نفسك دائما المرأة يعني تنتظر إحنا تعودنا إن إحنا ننتظر ونشحد من الآخرين في داخل الأسرة هاي اللي تعلمنا يعني إذا صلنا مرضى يالله بعدها يقولوا إيش مننا عليك وعلي والله كل كل عظو في الأسرة يبي منك المرأة بالذات نعم يعني دائما أنا أقول المرأة الأم تعمل وكأنها إلى أن تصل إلى مرحلة تصبح كقشرة البيضة نعم فالأم يجب أن تتغير نظر إلى المرأة نعم بمناهجنا إحنا من عندنا والله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فرق الله العظيم إحنا نغير نظرتنا لنفسنا المرأة تغير نظرتها لنفسها لأن إحنا تربين يا دكتورة أن المرأة هي الأم تقعد وتربي العياء هذا الصورة المودلز الجنة تحتاج أقدام الأمهات أيوة وتربي وتخدم وتعطي ولا تتكلم وتحترم وتجل الآخرين يعني لكن الصورة اللي دعت النمطية الصورة المودلز اللي الحين ارفضوها فتيات هذا الوقت إنها ما تبتكون نسخة أو مودلز من الأم اللي تركتها في البيت يعني تبي تكون شيء آخر تبي تكون ذاتها لأن صورة يعني معترامي لأمي وكل الأمهات وما سبقوا من النساء لا الله حتى ما هتنقى كانوا قويات ما شاء الله عليهم كان دورهم يناسب ذاك الوقت لكن حين حدث التطور في كل مكان ما قدر أنا كامرأة أوقف والجيل كله والنهر يمشي حوالي وأنا ما ما جهس نفسي للعوم في هذا النهر ومشاركتهم والنجاة بذاتي طبعا لا بد أني أكون على وعي كلام صحيح ودراية وابتدي إن شاء الله من هذا البرنامج يبتدون الجميع النساء يفكرون وصار فيه واعي وصار فيه واعي شرائطي أميرة هو يحضرني الآن في ذاكرتي مناقشة مع أحد الزميلات العزيزات أن كنا نتكلم أن المرأة أحيانا تأخذ دور الشخص الذي يدفع الآخر تدفع ابناءها تدفع زوجها لتحقيق طموحاتهم ويوصلون لأعلى المستوات في حينها تكون في الوراء وهي ما تحس بنفسها هي تكون هي من الخلف فتدفع فتلاقي نفسها هي متأخرة عن الركب فتلاقي هذا اللي حقق وهذا اللي قاعد ينجز وهي تلاقيها ما زالت في المكان التي يعني المكان اللي كانت هي فيه ما تغير فلما يصبح الأب يعني منشغل بنجاحاته وممكن حتى بزواج آخر الأبناء منشغلين بحياتهم وبناء مستقبلهم تجد نفسها وهذا في أغلب حتى المساء المتعلمات حتى بين النساء المتعلمات تجدينها أصبحت في اكتئاب في اكتئاب وفراغ وحست أن عمرها ضاع يعني هذه الفترة الزمنية اللي قضتها ضاعت فيها ما تشعر بالنجاح أن هي بنت شيء هي نمت شيء نعم نمت قدرات زوجها ونمت قدرات عيالها ولكن هي ذاتها فقدت القدرة على تنمية ذاتها والأمثال الشعبية والموروثات الشعبية تدعم هذا وراء كل رجل عظيم امرأة لا وراء ليش ما يكون جنبها ليش ما يكون وراء صح الحين نبي نشوف تقريب دكتورة وهاي النقطة نعم رأي الشارع انشاء اللي بنشوفها الحين ونبي نكمل في هذا السياق يعني الصحبة الصحبة وهي شيء ملحوظ ممكن تشوفينه في معظم المجالات طبعا اكيد المرأة القطرية تطورت من الناحل التعليمية والرياضية ونحن مثل ما نشوف طبعا المرأة صارت تمسك مناصب في الدولة حين أول غير والحين غير الحين نعمد الله مطورة المرأة هي تدرس هي تشتغل هي ترب العيال هي قايمة بالأسرة أصبحت المرأة القطرية تتبوى أماكن المسؤولية في جهات كثيرة متعددة في التعليم فهذا تطور فعلا تطور المرأة أدى إلى أن تقصر بحق نفسها وحق بيتها مبعا للتطور يعتمد على المرأة نفسها لا هاي على حسب كل واحدة وشخصيتها هاي ما تقنطعمينها على كل الناس طبعا احنا ما نظلم الكل ونقول أنهم قصروا مثلا بحياتهم الأسرية أو الزوجية في ناس ممكن يكونون يعني منسقين بين الشيين يعني ما في قصور ما في قصور الحمد لله لا بد يحصل من قصور بالنسبة لجانب المرأة لما تطلع خارج المنزل لا بد يكون في قصور في واجبات المنزلية وهذا يطلب من الرجل أنه يتفهم من الرضع هذه عدنا معكم أعزائي المشاهدين بعد هذه التغرير ونشوف رأيي الدكتورة موزة دكتورة العلاقة بين الرجل ومرأة لما يكون هناك تنازل ومرونة وطبعا دائما يكون من المرأة يعني هل هذا يقلل من شأنها في الأسرة في عطائها أو هذا يعني يكون خلل في شخصيتها هو بالاتفاق يعني أنا دائما يعني لما يجوني مثلا في العلاج الاستشارة الأسرية أو الاستشارة الزواجية دائما يعتقدون أنا أنا بتحيز للمرأة حتى لما صدر لي كم كتاب قالوا أنت ما تكتبين للشباب أو للرجال فصدر لي كتاب للشباب مشاكلها عن مشاكل للشباب بالعكس أنا الرسائل التي توصلني من الشباب أكثر من البنات على فكرة مشاكل الشباب أكثر حتى لو أحصيهم ألاقي الشباب أكثر من الفتيات اللي يكتبون لمشاكلهم ولكن أنا لأني منصفة ولأن المرأة مغلوب على أمرها أكثر يمكن يلاحظون أن أنا بردود متحيزة المرأة المرأة في مجتمعاتنا أحيانا تكون يعني مغلوب على أمرها لا تستطيع أن يعني تنازلاتها ما تكون بإرادتها لكن الرجل تنازلاته بإرادته نعم الرجل هو اللي يفرض شروطه أكثر من المرأة أستاذ عميرة الحين المرأة يعني أين هم من هذا الموقع اللي احنا نتكلم عليه يعني هو على فكرة هي سلسلة متربطة ما نقدر نحنا نفكها الفتيات الآن الجيل هذا الجديد شاف على فكرة نحن نتعلم من تجارب الآخر فيعني تجارب الآخر هي اللي ذلك الساعة نفهم أو ندرك من خلالها أنه فيه خلل لما في هذا النوع من العلاقات سواء كانت داخل الأسرة أو تكوين والدتي أو تكوين جدتي نعم أنا أحبهم ولكن هناك كان فيه خلل نتج عنا أمور داخل الحياة الزوجية أنا أشوفها كبنت وأخوي يشوفها كولد فإحنا هذه الساعة بدأ عندنا نوع من الرف لهذا الأمر فهذا الرف ينتج عنا سلوك آخر ردفع الآخر ردفع لأن أنا لا أريد أن أصبح كما كانت عليه أمي مع أن أنا أفتخر بأمي ولكن لا أريد أن أصبح مثل مثلا جدتي أو ليش لأنه شافه هنا الظلم اللي وقع على الأمهات من تنازلات الفئة هذه أحنا ما نتكلم عن كل الفئات ولكن المجموعة اللي كانت بمثل هذه الشاكلية ومثل هذا طريقة سلوكيات داخل الجماعة المرأة فيه كيف تكون أصبح مرفوض من قبل الجيل الجديد نتيجة السلبيات اللي فيه يعني كما تفضلتي أن البنت الحين أصبحت لها نظم وقناعات مختلفة عن الأمهات والأولاد أيضا يعني حتى الرجل تغيروا الأولاد مش مثل آباءهم صحيح يعني الوضع جدا مختلف تؤثر هاي على نوعية المراجعين يعني من 15 سنة كانوا عندك مراجعات أمهات وفتيات المراجعات الآن شنو أكثر شكواهم هل هي نفس معانات اللي كانت من 15 سنة تعانيها المرأة الآن تأتي المرأة وعندها قناعة بأن هذا لا يجوز وتأتي رافضة للوضع ويرضخ زوجها للنقاش وينتهون بقناعات يعني بالحلول اللي إحنا نطرحها وهما يقبلون فيها في البداية يعني كانت القناعات كان الزوج يفرض رعية الآن في حوار ومو بحوار ونكطة لا حوار إيجابي يتم حوار إيجابي بيني وبين الزوج والزوجة وبالفعل ينتهون إلى تصالح في الحياة الزوجية يعني كان هناك يعني للشخصين عندهم استبصار ما هم عليه الوضع وفيه وعي وما يناسبهم فيتغيرون لأن رشاد الأسر الزواجي ذي فن وعلم أنا أعتقد مهنتنا فن قبل لتكون علم يعني نحن نمارسها بفن نعم وهذا اللي يطلب يعني لأن كل حالة لها خصوصيتها طبعا ولها يعني ظروفها ما تقدرين تعممين أيوة ولا الطريقة لتناسب معها الأسرة ممكن تناسب معها الأسرة يعني حتمية العلاج هو نوع الحالة اللي 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 أنت تواجهينها وليت تعاملين معها نعم أشكرك يا دكتورة ونعطينا من وقتك ومن صحتك يا دكتورة هاي يعني شيء جدا رائع حياتي يعني أنا أشكرت بلسان المشاهدين أن أنت يعني يعطيتيهم هذه الإضاءة أن الإنسان أول حاجة يكون عنده مرونة ويكون يحب لأسرة ككل ما في تضاد بين رجل وامرأة إحنا كلنا حلقة ويد وحدة نعمل لمجتمعنا ولمصلحة أسرتنا ويحب نفسها ويحب نفسها بعد هذا على قمة الهرم نحب نناقشة مع دكتورة هاي أشكر الجزيل والشك دكتورة نحيا نطلع فاصل ولكم بعد يا مشاهديننا وغايفة عزيزة علينا بجي تشاركنا هذا الموضوع أعزاء المشاهدين عدنا إليكم مثل ما وعدكم معنا ضيفة مويزة اليوم هي الدكتورة هاي المعضادي أهلا وسهلا دكتورة تشرفنا وجودك اليوم لدعم المرأة وهذا شغلت وتدريبت يعني الله يسلم يعني أنت متميزة يعني في هذا المجال يا مرحبتين الله يسلم سيدة بتواجدي معاكم أيضا وفعلا نسمي تمكين المرأة نعم هذا شغلت عادها نعم أنزين دكتورة إحنا يعني تعلمنا في مجتمعاتنا إحنا في الخليج أن دايما المرأة تتظلم وتقول من فلان أنا ما صرت كذا من فلان أنا صرت كذا دايما عندها شماعة تعلق عليها استضعافها وموقعها مع أن أنا أعتقد أن هذا ليس بكلام صحيح يعني أنا أحس هي كإنسانة عندها عليها حقوق لها واجبات أم أدي حقوقها أم أدي واجباتها لازم تطلب بحقوقها يمكن أهيمة ناسيتها أو حتى ما تعرفها نعم ففي هالمكان إحنا نبي نبصرها بنفسها طاقتها بذاتها تحس بنفسها وش عندها طبعا أنا شكرا لكي طالح هذا الموضوع اللي هو عن المرأة وتمكين المرأة و شلون تنظر المرأة لها نفسها واحد مهم يمكن إحنا في مجتمعاتنا مثل ما قلت يمكنك الوحدة لحسب تربيتها تنشئتها يمكن إحنا ربينا في مجتمع مختلف تماما لقينا أننا قادرين أننا نقوم بدورنا بجميع الأدوار اللي علينا سواء أنا أم أو زوجة أو أخت أو أقوم بأدواري كلها نعم طالبة موظفة كلها في حد غير يمكن ما لقى للفرصة أو يمكن أنا في بيئة الوالد يسمح لي مثلا أن أنا أروح أدرس أعمل أمارس يعني مثلا كانت بعض الرياضات اللي أعطي العافية الوالد كان يخليها إحنا مع الشباب مع أخواننا نمارسها الرماية أو غيرها يعني كنا نمارسها مع أخواننا عادي فما كان عندنا لا هاي للشباب وهاي للبنات لا فكانوا يسمحون لنا كجماعة فهذه أيضا تعطيش مثلا يعني كرياضة تدعيم أو هويات نعم فحسنا هادية يعني معادي أي مشكلة معاهم أستاذ أميرة الحين قاعدين إحنا نمشي في هذا التيار القوي وازدياد التعليم والعلم بالنسبة للفتاة هل الظنين أن حصول الفتاة على شهادات عالية وطموحها الزائد وإصرارها على حصول على تعليم عالي أعلى من الكالوريوس هل عطل هذا سن الزواج أخر في تركيبة الأسرة يعني من رؤيتك في مركز مثل هذا يعني المصح النفسي كثير من الحال تأتي لكم حالات مبكرة حالات متأخرة حالات متعثرة ما هي رؤيتكم مع المجد يعني من وجه التضري بصراحة من تتبعي لبعض الحالات تأخر الزواج هذا أصبح الآن عارفة الشاب يريد يكون نفسه بعد ما يتخرج أو بعد الثانوية يعني طول مثلا يقول والله أنا محتاج خمس سنة حتى الشاب أصبح ما عندي تزوجوا عمره 21 سنة الآن لازم نحن نشوف أو أويات عندهم أيوة أيوة فتلاقين الشاب بيتزوجت وعمره في الثلاثين الآن أكتريتهم ما بين الثلاثين والخمس يعني هذا الأصبح الرينج تبعهم فتخيلي أنت البنت طيب كم رح يكون عمرها أثناء هذا الجيل هم يعتبرون من جيل واحد فأيضا رح يتأخر الزواج بالنسبة لها لأنها أيضا تطمح أن تكمل الجامعة طيب لو خلصت الجامعة في سن مثلا نقول الواحد والعشرين الاثنين وعشرين لكن وتبدأ هنا سلسلة الماستر والدكتورة هذا ما يمنع زواجها ولكن أيضا الطرف الآخر هو أيضا متأخر وغير متقدم يعني أيضا متأخر في فكرة الزواج شن اللي يخلي هناك مفاضلة شن اللي يعني ليش أنا ما أستخدم نتنم مع بعض يعني في مرحلة الجامعة إذا يعني تقدم للبنت يعني شاب يعني ليش مثلا تقول لا لن أخلص تعليمي لأن هذه مرحلة يعني خاصة إحنا عندنا قيمنا وعندنا ثقافتنا يعني وعندنا أمر محبب أو جاذب للزواج فيعني إحنا ليش ما نعطيهم أيضا بعض المهارات إنهم ليش ما البنت إلى جانب توفق بين الزواج وبين الدراسة هذه الفكرة تأخر الزواج أو تأخيرها من وين جات يعني هل هما مستمتعين دكتورة في الـ والله أنا يعني أستاذة نورا وأستاذة أميرة هاي شي إحنا نعطيه من ضمن برنامج تبكي المرأة من ضمن الأهداف عندنا تغيير نظرة المرأة للزواج والعمل يعني ليش إحنا دائما نقول لنا إذا فيه أكمل دراسة ما في زواج إذا أنا بعمل حتى الرجل لو ألا بأخر عشان أجمع فلوس عشان أتزوج لا يمنع ذلك إن إحنا أهلنا لوليين نعم عاجزين هنذلك أنا بالعكس أعتقد راح تحللنا مشاكل كثيرة التوفيق ما بين الزواج والعمل جدا مهم وما بين الدراسة يعني أنا أذكرنا أنا لما كملتها كملتها وأنا معي زوجي يعني زوجي موجود يعني تيل فترة حياتنا كانوا كل البنات يجسوا في الجامعة وهم متزوجات متزوجات وبعضهم عيالهم معاهم أنا لا أعتقد يعني لا أرار بأن فيه عائق أمام المرأة ممكن تتزوج وممكن تتكمل دراسة ممكن تتزوج وممكن تعمل لكنها هي من تدير هذه لازم عندها الأدوات مهارة إدارة الوقت مهارة إدارة الحياة مهارة إدارة الذات شون أوفق ما بين أنا أقول لهم حتى لو كان ما عندك حد يساعدك في البيت يخدمك أنت تقدرين ما نحن نشوف أيضا الأجانب غيرنا أو المقيمين أو غيرهم ما عندهم هالخدم ولا عندهم ليش إحنا هذه الحياة الرفاهية الموجودة عندنا بعد من قادرين أن نوفق لماذا؟ يمكن أن نوفق إذا كانت المرأة قادرة تدير وقتها بالطريقة الصحيحة إدارة الوقت بالطريقة الصحيحة لو قادرتي صح حياتك يوم تديرين حياتك كلها لكن أنا فعلا أنا أشوف يعني إحنا في برنامج نتمكن المرأة أن نركز على هذه النقطة ليش ما تتزوجين ليش ما تعبدين كذا لا والله كذا إحنا نتناقش معهم في أشياء كثيرة من ضمنها كان هذا التأخر وإحنا فعلا من هالبرنامج فعلا ندعو أي فتاة مثل ما قالت الأغتياميرة أيضا أن الشباب إذا كنت أنت متأخر عشان دراسة الشباب أيضا متأخرين يأسسوا النفسهم أيضا الشباب لا يمكن يتأخرون أكثر صدقيني كل من تأخر الشاب كل من زادت عليه يعني على سبيل المثال ما عليش هو مش مبار لكن أول ما يشتغل الشاب يشتري سيارة صار عليه ديون صح؟ راح ساعدها له مم متزوج كذا كذا طيب أنت متى بتتزوج أصلا والبنت أيضا تنتظر طيب هي بعد بتكمل دراسة أحسن لها لذلك أكثر يمكن أسباب أسباب ارتفاع نسبة الحاصلات على الدراسات العلية أو المؤهلات العلمية العالية في قطر هو تأخر الزواج أيضا تأخر الزواج وبحكم أن البنت لو ما طلعت راح تقعد في البيت فالأفضل لنا نطلع وكمل دراستي وكون ذاتي وكون ذاتي بدلا ما أقعد في البيت فإلا أنا أعتقد أنها هي واعية حق الشي التي تسويه وفي الآخر لا تنسي هي بتربي أجيال فإحنا محتاجين لهم لذلك حتى في بعض التخصصات والوظائف مثل السفيرة أو يعني تكون ليش لا؟ إذا كانت واحدة مش من الزوجة ممكن تقود وتعمل في وظائف كثيرة متاحة للمرأة لا نربط المرأة دائما نقول والله فيه اختلاط لا في وظائف كثيرة موجودة للمرأة المرأة الدكية تختار أين الوظيفة المناسبة لها نعم عندنا هاي التقرير نشوفها مع بعض ونرتعن كم كلام للمهارات نوافذ مشروعة أمام المرأة القطرية في المجالات كافة ومن بينها اكتساب المهارات والخبرات من أجل تطوير التعليم ليس بالوسائل المتعارف عليها فحسب بل بطرق مبتكرة وفعالة جديدة أنا من عمره 18 سنة وأنا أحلم بأني أشارك في مؤتمر وايز الشخصيات اللي تعرفنا عليهم طبعا شخصيات ملهمة جدا إن شاء الله وعندها خبرات وقدرات وثقة في النفس في هذا المجال تعلمين أشياء عن عاداتهم وتقاليدهم وصراعاتهم تكون أنت مم موجودة عندك فالحمد الله هالملتقى ومش بس أنه يساعدت عنيش تتعلمين عن التعليم بالعكس يوسع مدارك الشخص فعلى مدى السنة ندرس ونتعاون ونلتقي إن شاء الله رح نقدر ننصق برنامج مع بعض كفريق يتحدى هالمشاكل اللي إحنا نحددها من خلال دراساتنا تطور مؤتمر وايس مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم إلى هيئة عالمية متعددة القطاعات تولد الحوار المثمرة والشراكات المنتجة بدءاً بالطلاب وانتهاءاً بصناع القرار ممن يتواصلون معهم ويتبادلون الأفكار ويقترحون الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم قدرت أني أحصل على الأدوات الصحيحة على أساس أني أقدر أنظم مشاريع وأقدر أفكر وأبدع بأشياء اللي أقدمها للمنصة العالمية للتعليم عدنا أعزاء المشاهدين معاكم ما زالت معاي أستاذة أميرة وما زالت معاي دكتورة هايا المعضادي أميرة بالنسبة للمرأة شلون إحنا نقويها يعني نعطيها أدوات إيجابية يتقبلها المجتمع وفي نفس الوقت تحقق ذاتها في كثير من يعني حتى الطالبات في بعض الجلسات أو التدريبات شوفها خلقة مثلا شلون إحنا نقدر نشجع هذه البنت على نوع معين من الخيال اللي حقق لها الإيجابية وطموحات هاي إحنا ندخل ما بين الخيال والواقع أي والله يعني ما بين الخيال والواقع الذي نعيش فيه لو إحنا يعني أنا يحضرني الآن في بالي المجتمعات الريفية وكثيرا عملت عليهم درسات تلاقيين أن المرأة هي المحافظة على عادات وتقاليد هذا المجتمع يعني يقول لك اكتشفوا أن الرجال مش هم اللي يحفظون يعني يزرعون البذرات العادات والتقاليد في الأطفال وتنشئة كثير ما هي الأم فبالتالي هي هنا هي هي الإجابة بصراحة على كل الأسئلة اللي احنا أو كل العراقين اللي ممكن تصادفنا للتغيير إذا بدأنا من الأم وطورناها وعلمناها الأشياء الصحيحة مو كل شيء احنا عندنا خاطئ وليس كل شيء بضرورة عندنا يكون صحيح وفيه أشياء محتاجة إلى تعديل بسيط كل بي يعني كل أنا أعتبر كل أسرة بيئة مجتمعية خاصة لها تكوينها الخاص إلى جانب تكوينها المجتمعي ككل داخل المجتمع ككل لكن لها نمطها لها سلوبها وخصوصيتها فبالتالي هنا وتلاقيين هنا ترجعين إلى الأم منشأها طريقة تفكيرها إذا كانت المرأة معفة صحيحة قوية الشخصية قادرة على إدارة منزلها عارفة بإدارة الوقت تجدين أبنائها سواء ذكور أو إنام حتى الزوج حتى الزوج كلهم على نمط نشاطها يعني حتى الباور هي اللي ما أعطتهم الباور والطاقة هذه إيجابية حتى تفكير بنتها تلاقيينها من إيش من الأم من خلال الأم ثقتها بنفسها تلاقيينها من الأم فهي الأساس يعني كثير من الأمهات الغير متعلمات يعني نعتبرهم حتى أميات بس شخصياتهم نعتبرهم مثقفات استطاعوا أنهما ينشؤون جيل آخر بخلاف تماما ما أنشؤهم عليه اللي تمنونه اللي تمنونه شوفي مش مثقفة ولا درست لكنها حققت من خلال عيالها الطموحات والأحلام اللي كانت تبغيها لأنها حققتها في عيالها لأنها عندها طموح لم تحققها في حياتي لكن من خلال عيالها إنسانة صانعة إنسانيها مصنع هي المصنع الأم صحيح فبالتالي هي يعني تحتاج أحيانا مننا إلى وقفة ما الذي هي تحتاجه للتغيير أحيانا نقول هي تحتاج واحد واثنين وثلاثة في حين هي ممكن عندها مجموعة سكيلز مهارات قادرة فيها على التغيير بس هي ما تبيت تغيير اللي نحن نبيه هي عندها تصورات لازم نشوف هذه التصورات والجوانب أستاذة قلنا أن أمهاتنا ما كانوا يخلوننا أن تجرأ نعمل شيء مخافة الخطأ مثلا لا لا للدرس نطب شفتات وبرنامج مجتمعنا محتاج حق طبيبات خاصة في الولادة خاصة في الجلدية تعامل المرأة مع المرأة يختلف عندنا نحن بعد قيم وعندنا دين وفي حلال وفي حرام فلما يعني مثل هذه الفكر نحن نحطه في عيالنا مهندس لا لا الهندسة صعبة أنت ما تقدر على الهندسة فدائما أننا بنكون نحن ما نخطأ ما يهم شو صلنا له بس أننا نحن ما خطأنا يعني نحجم من قدرات وطاقات بنتنا وطموحات من هاي هاي اللي تعودنا عليه وهذا هو احنا هنا لو احنا احنا دائما نمسك النساء الناجحات اللي يديرون نازلهم احنا ما نحتاج هذه الفئة هذه الفئة يعني تستطيع تطور من ذاته تطور حتى نواة المجتمع اللي هم البذور مثل ما نقول اللي هم أطفالهم لكن احنا نحتاج إلى هؤلاء الأمهات هاي الأمهات ترى عندهم طاقات كامنة يعني لما نجي ونقولها أثناء مثلا جلسات الاسترخاء كانت أحلام أحلام منتها كانت عظيم وفي جانب من شخصيتها يكون قادر كان على فعل هذا الأمر ولكن نتيجة عوامل الزمن وأنا بالصراحة أنا مش مقتنعة بأن خلاص طاف الزمن لم يطف الزمن طالما أنت حي وتتنفس والله أعطاك يوم آخر تستطيع في هذا اليوم آخر أن تنجز ما لا تنجزه في أيام هذه مثل الصحابي مع الرسول اللي عمرت 90 سنة ويففض القرآن نعم لا تتوقف الحياة صحيح يوم واحد في عمرج اخذي ورشة جربي جربي الحياة وخلنا نبعد عنه محبطين فدكتورة هي أنت كقائد في التدريب نعم يعني أتمنى أن يعني يتبسطين الموضوع لكل من يريد التغيير ويخرج من دائرة الارتياح إيش معنى دكتورة هيا معها كان مئات الطالبات في الصف هي وصلت وأصرت وصلت أن تصبح دكتورة وتقود معها كثير من الطالبات يمكن نصهم قاعدين في البيت ما يعملون وأنا ما يعني أستصغر من دورهم في المنازل طبعا هاي لكن ما استسلموا هي بس الاستسلام مثل ما قال الدكتورة يعني أنت تحسين دكتورة لما تقعني مع زميلاتك والله يصير يا ستاة نورة يعني أنا فعلا ألتقي ببعض الأخوات والصديقات القدمات قيام الدراسة نعم وحتى في أي تجمع نسائي لما أقعد معهم وأنقعد أن تكلم أتناقش يعني أحاول أطلع بعض المكنونات في الصدر فتلقينهم محبطات معنا مثل ما قلتي جميع الأمكانيات متاحة الحمد لله الخير وايد وكل شيء تقولش خير وايد بس هي أصلا تتحدث بمرارة نعم أقول لها تلبسين الأجمل والأحدث وتلبسين أغلى حاجة لكن هل تحسين بمتعة هذه الشيء؟ أنت لا تحسين بمتعة تحسين بمتعة هذه الشيء لما تقدمين نعم العطاء جدا جميل تغيير الفكر دكتورة نعم لا تكر أن الحياة وقفت عندني أنا تقاعت أو أنا ربيت عيالي ولا خلاص زوجت موفقف حتى في الدكتوراه عندنا في الجانب العلمي تكمل الدكتورات يعني فيه درجات كثيرة طيب أنا ليش بأستمع عقب ما ربي عيالي وخلاص وزوجها ويالواقع دعنا طرح ليه يجبون عيالي وربيهم وهذه هي الحياة استسلام النبي عليه الصلاة والسلام شكال عنه؟ لو حتى يوم القيامة أمرنا قامة القيامة تغرص لو عندك فسيلة أغرصها أغرصها عمل وجد إلى آخر طيب أنت استسلمتي بتروحين تسوقين في أحلى مكانات بتروحين مع ربعش تاكلون في أحسن مطعم وبعدين 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 ماذا بعد؟ وماذا بعد؟ أأكل تعيش في دوامة مفرغة نعم مفرغة ليس لها طعم ولا لون ولا مذاق حاوليش تخلين حك حياتي شمعناه؟ إذا أنت مثلا قادرة وانت غنية وما عليك تكسور اشتركي في أي جمعية أو أي تجمع نسائي يعمل الخير حق الآخرين صح ولا لا اشتركي في جمعيات كثيرة عندنا الجمعيات اللي تساعد الناس اشتركي فيها حسي بقيمة الحياة حسي بقيمة العضاء حديث يعني يحضرون ويروحون مراكز أيضا للنوادي الرياضية الخاصة يعني ويشتركون يعني يعشون لذا فيها يعني حتى حتى بعد مثلا التقاعد أنا أعملي جدول بعد التقاعد فيه أشياء خطة عمل خطة عمل أنا ما عملتها يعني أنا الشغل أخذ من وقتي جانب كبير من شيء مثلا مكنون في نفسي علاقات اجتمعية مشروع بيسوي أو هوي أو هوي صحيح فأنا هنا تكون انطلاقتي هي نهاية أمر ما مع بداية شيء آخر لحياتي يضفي في حياتي أيضا شيء جميل هنا أنا رح أستمتع بالحياة ولكن يعني حتى الآن في كثير من النساء عاملات تلبس أفضل اللبس وتروح وتتجد نفسها فارغة لأن البناء الشخصي عندها مشوه البناء الشخصي داخلها فكرتها عن ذاتها ولا تقدر نفسها نعم ما تقدر ليس عندها التقدير ذات عندها عندنا الآخر كيف يراني ما إحنا عندنا إشكالية الآخر كيف يراني ليس مثلا يعني الله يذكر بالخير أستاذنا عبد الرحمن ذاكر كان يقول وهو طبيب نفسي كان يقول علاقتك مع الله علاقتك مع ذاتك علاقتك مع الأخ نعم فهذه يعني أنا أعتبره مثلث مهم جدا في حياة الإنسان إذا اختل في جزء منها اختل الباقي يختل الباقي في جزء إذا ما كنت على علاقة كويسة مع ذاتي ما كنت مع علاقة كويسة مع الله سبحانه وتعالى مع الآخر تأكد تماما أنها في هناك خلل راح أكون معتمدة عليه في إعطاء الشيء قد أنا ذات نفسي ما كم مقتنعة فيه مئة بالمئة لذلك لما يكنون بعض الناس يلبسون اللبس ما قلت لش الغالي أو غيرها هو يخرج أمام الناس بهذا اللبس وأنا أراه لكنه منظر خارجي قشور لكن في الداخل الشخصية مهزوزة لذلك أنا دايما نقول حق البنات حاولي دايما لما تلبسين اللبس لا تفكرين في الماركة أو غيرها كوني ذاتي أنت أعلى أنت أعلى أنت لو لبستي أي شيء أنت حلوة أنت جميلة أنت راقية أنت متقفة عندما تتحدثين نحن يعني السادة نورا والسادة أميرة اليوم لما تكون واحدة كبيرة في الصن ما شاء الله عليها لما تقعدين معها في أي مكان تقلها متحدثة يعني كل المعلومات موجودة عندها ثقافة عامة عندها متابعة متابعة للأحداث فتقولين ما شاء الله عليها عايش حياتتي لك لما تقعدين مع واحدة تقول أين صار كذا طيب ليش الجرائد موجودة على إنترنت تقدرين تقرين الجرائد الإلكترونية تقدرين تتصفحين في أي مكان تقدرين تشوفين كل حاجة العالم كله الآن بين يديك صحيح أنت غيري حياتك نعم إذن التقيي يبتدي من الداخل من خطة عمل زيارات للأهل زيارات العلاقات الثانية سوي مثل ما قلتت أنا صيري عضوة في أي جمعية من الجمعيات وسامي في ناس محتاجين إذن تكتفيت نعم ناس محتاجين كثير في عندنا ذا بحتاجات خاصة في عندنا ناس مرضى في عندنا روحي المستشفى أقلها ورحي المستشفى زوري اخلي هدايا خير شوائد سوي هدايا وروحي زوري المستشفى ووزيع الفقارة المحتاجين اللي فوق وبكل طريقة حلوة والله هاي من عندك وانتي مم محتاجة ذاقي اليوم بيكون أسعد يوم في حياتك أستاذة ميرا بالنسبة مثل ما تكلمنا مساعة أن الأم قد تخدم في البيت وتشيل لعيان وتشيل فلان وتشيل فلان وتحطه أسعى في دكتور كل شيء هاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني حديث وإن شاء الله يعني في قمة الروعة وهو أنا دايما أبتدي في المحاضرات هو لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأعطي كل ذا حقا حقا أنا بنقول حق الناس توازن شلون أنا أصير ملكة في بيتي وقائد في بيتي وشلون أنا أصير مع علاقاتي مع أهلي ما نساهم مثل واحد يشتغل 20 ساعة في مكتبها وين الباق؟ لازم بيصير خلل في حياتها أو أنه واحد معتك في المسجد 24 ساعة اعتكاف ينزلوا باقي والأسرة أهلك والديك جيرانك لوصاك عليهم رسول الله أين أنت من ذلك؟ يعني ممكن نعطي صورة للمرأة تجنب أن تقع في مثل هذا المظاهر أو تنغمس في نوع واحد من أمور الحياة أولا عليها أنها تشوف قدراتها مثل ما احنا قلنا كل إنسان لها طاق الطاقة هذه تختلف من شخص إلى آخر ممكن في طاقة وتتحمل لمدة مثلا فترة زمنية وبعدها لا تحتاج راحة مثلا المدة التي تحتاجها في ناس لا يحتاجون إلى فترات متقطعة للراحة هذه أنا لما نقع على نفسي مثلا وين أنا ممكن هذا المكان يحتاجني بهذا الشكل وهذا أنا محتاجة هذا الوقت لنفسي أنا عليها أن تخصص أول شي وقت لنفسها لما تخصص وقت لنفسها تستطيع أن تخصص باقي الأوقات لباقي الاحتياجات الثانية لأسرتها لحياة الاجتماعية لصحتها لكن إذا أنا ما خصصت وقت لذاتي كيف راح أقدر أخصص للآخرين يا أما أن أنا أخصص للآخر لعملي لأسرتي وبالتالي أضيع أنا ولما آتي في وقت مثل ما يقولون وقت الحقيقة أجد نفسي أني أضعت نفسي تماما أو أهلك نفسي تماما أصبحت فعلا يعني يعتبر مثل الجسد اللي يعاني من أمراض كثيرة خلاص يعني ويحتضر أحيانا يصل إلى درجة الاحتضار ليش هذا كله لازم أنه يتعي لهذا الأمر كل شيء لحقوق ولي واجبات يعني مثل ما أنا علي واجبات لي حقوق لي حقوق أول شيء أعتبر بحقوقي الذاتية أشوف أنا كثير من الناس لما يجونا ساعات أسأل سؤال بصدفة لما أشوف محتاجة وقت تفريغ منت جلستي مع ذاتك نعم أنفع في تعجب يسأل يعني يا دكتور وين نحن نقعد قلت لها ما أنت قعدتي مع ذاتك هل تقدرين ساعات لما ما أجبت موقف أو شيء قعدتي مع ذاتك تراجعينه نعم أو أن أنت فتلاقينها مندهشة قلت لها أنت تعرفين أنه في صوت داخلي أحيانا إذا أنت ما تسمعينه يصبح على هيئة جسد نعم يتحول إلى مرض عضوي مرض عضوي وهذه حقيقة وقع فهذا لازم ننتبه له أولا البناء الشخصية لازم يكون قوي عشان أحصل على التوافق النفسي السليم داخل بناء الشخصية في نقاط في بناء الشخص يكون ضعيف أقويه أو أنا أعيبه يعني حتى لو أنا لم أستطع أن أقوي على الأقل أكون وعية فيه يعني حتى أني أتجنبها أو تعايش معها بشكل سليم كون عندهم إيجابيات سقيرة وتجاهلونها فيعني ممكن استبصار بسيط أو توجيه بسيط أنه عند نعمة أي أنت عندك هذا الشيء وتقدرين سوين كذا تقدرين سوين كذا فتوعينها يعني تغيرين ممكن حتى مجرى حياتها يعني هذه الأشياء الإيجابية قد تبدو يعني للشخص ذات نفس أن هذه أشياء بسيطة ولكنها للآخر قد لا تكون فيه فيراها عندك عظيمة نعم فلازم أنا أستشعر بقيمة نفسي بقيمة هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأحسن خلقه يعني الله سبحانه وتعالى لما قال فإذا بثثت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الجسد أنت عندك روح في هذا الجسد هذه الروح عظيمة هي من الله فبالتالي حتى الملائكة جعلهم يقعون سجد لهذه الروح التي هي من الله سبحانه وتعالى فالروح قوية يعني ما تخيلوا أن حتى فيه نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو روحهم القوية خلت هذا الجسد لا تشعرين بأنها عاجز نعم ما تشعرين بأنها عاجز تقولين أنا أبداً أحس هذه الروح يعني صحيحة لأنها روح صحيحة لمن يشعر يستشعر بقيمة هذه الروح يصبح كل الأمور سهلة أنا عندي عمّة اللي مسي بالخير هي من دوي الاحتياجات الخاصة لكن إحنا لما نقعد معها إحنا نحس أن إحنا من دوي الاحتياجات الخاصة الله يعطيها العافية ربين من قوة الشخصيقات أنتوا المعاقين أختي ميرا يعني أنا شاكري لتش على هاللمسات الإنسانية اللي عطيتيني إياها ورحابة صدرش مع أن أنت شوية تعبانة وألزمنا عليك بالجاية لأننا ما نستخدمها أنا سايدة طبعاً دائماً الإنسان اللي في مجالكم وفي مكانكم دائماً عطاء مستمروا دائماً أتمنى أن الله إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية ونشكر جزيل الشكر على تواجدش معاننا إن شاء الله دائماً تكونوا باستمرار أعمدة من أعمدة البرنامج وإياكم إن شاء الله الله يزيد خير دكتورو عندنا هذا الفاصل نطلع ونرجع إن شاء الله أنا الدكتور هيا المعبادي رعية ليوان وزارة الشباب والرياضة مدير مؤسس ومدير عام مركز الفرسان للتدريب والاستشارات أنشأت مركز الفرسان للتدريب والاستشارات منذ بدأ كان متخصص في التدريب الإداري والاستشارات الإدارية أكثر ما أحب في المركز غير الشغل الإداري اللي هو تمكين المرأة وهذه أنا أعتبرها البصمة الوحيدة اللي رح أخليها إن شاء الله هدية مني القطر دربنا لحد الآن حوالي 500 امرأة شابات، موظفات وربات البيوت بشكل خاص والمتقاعدات أيضا أو اللي على البند المركزي نؤهل المرأة لفتح مشاريع على الصالة أنها تكون قادرة على توفير العيش الكريم لها أيضا وفي المجال البيئي توعية المرأة بدورها كأم في تحقيق هذه الركائز كلها وتحقيق الرؤية وفي الجانب الاجتماعي فلا بد أن نكون لها دور فعال أيضا في هذا المجتمع المعوقات التي واجهتني كمرأة قطرية كان من أيام الدراسة كنت من المتفوقات في الصفوف الأولى لكن لسبب من ما طلعنا من المدرسة فصار عندي توقف في الابتدائي صار عندي توقف في الثنوي وخلصت الجامعة لما خلصت الجامعة كأن إنسان وجد جميع الموارد أمامه وكل مرة كنت ألقى نفسي أقوى وأفضل وأفضل خطتي المستقبلية صارت أكبر صرت عطشانة أكثر مني أنا أعرف أكثر هذا التطلع والاستشراف للمستقبل خلاني أيضا أنظر لغيري من السيدات فسنة 2006 يعني أنا فتحت 2004 بديت أول نشاط 2006 قررت أني لازم أنا أطور من نفسي لأن أنا الآن ماسكة أمانة وهذه الأمانة عيال قطر فلا بد أني أنا أكون قادرة على أني أنا أقدم هذا الكوتشينج أو هذا التمكيب بالطريقة الصحيحة لذلك طورت نفسي وأنا أعمل في رظيفتي 2006-2008 الحمد لله خدت الدكتوراه الآن أنا أحس أني أنا وصلت إلى مرحلة أني أقدر أساعد غيري ولذلك معنى التمكين أن كيف توفر جميع الأمكانيات المتاحة لهذه المرأة بأنك تخرجها من الوضع الذي فيه إلى الوضع أفضل أتمنى إن شاء الله أن عيال القطر يكونون أفضل مني أتمنى المرأة القطرية تكون أفضل مني وأي واحد مننا حصل على هذا التعليم أو أي فرص متاحة وفرطها لنا الدولة لازم نرد الجميل أتمنى بإذن الله الواحد الأحد أني أنا أصل أن تكون جميع نساء قطر مدرسة كل أم تكون مدرسة مصنع للرجال يعني مخرجات فعلا تكون ذات نوعية ننافس بها الجميع ونحقق رؤية قطر من خلال هذا الجيل الجديد إن شاء الله اللي هو أمانة رقابنا إن شاء الله أدنا معاكم عزيزي المشاهدين بعد ما شاهدنا صورة أو لمحة من حياة الدكتورة دكتورة هذا الثراء وهذا العطاء اللي في حياتك الداعم الأول لهذه الحياة والدافع اللي خلاش تمتغلين من الدائرة والراحة إلى العطاء المستمر في التدريب طبعا إذا كان في شخص خلاني أفكر في ما وصلت إليه الآن فهو طبعا البيئة اللي نهاشت فيها نعم جدي الله يرحمه أول ما نعلمني التفكير في الآخرين والعمل التطوعي إن شاء الله عمي الله يرحمه علمني القراءة والقراءة دائما تسقل يعني وتنمي المخيلة ودائما أعتبرها خلفية لي في كل المعلوماتي لحد الآن ما قرأته من كتب وأنا صغيرة منذ بادئة القراءة اللي هو كان من عبر السبع سنين الوالد قلعته صحة والعافية أول ما التحق أول كان من أول لعظام مجلس الشورى كنت معاه أنا كاني اشتغلت معاه في مجلس الشورى تعلمت منه الكثير تعلمت منه شلون أنا أقدم للآخرين شلون أنا أساهم في بناء بلادي شلون أنا أكون صوت للآخرين شلون أن أنا فعلا أفكر بالآخرين أنا يعني تهيئلي من كلامك حين دكتورة لأن وصولك لهذا الشيء كان عن طريق أنصات وتأمل يعني لأن الإنسان عشان يتعلم لازم يراقب وينصد كلام الجد كلام العم مثل ما قلتي يعني وهذا الأثر وهذه أدام الأدوات اللي تفيد وبتستغربين وين تعلمت هالشيء من مجلس جدي وأبوي ماشاء الله يعني أنا كنت بنت بس كنت دايما في المجلس تركين معهم كنت دايما في المجلس نعم يعني أنا كنت وبنت بس دايما في المجلس الشعر يعني هو كان يعتبر مجلس ثقافي سياسي علمي فني أدبي تسمعين فيه الشعر تسمعين فيه أخبار العالم كلها فكان هو مصدر المصدر الثاني للقراءة فكنت منها المعلومات اللي أستعمل أستشف منها قربي من الوالد كان جدا علمني أشياء كثيرة عمر الوالد ما فكر فيني إن أنا بنت إنها بنت وخلاص لا هذه مش حدودها فحتى أذكر أول ما جيت أشتغل وكنت أشتغل في جامعة غطر فكثير من الناس قلوا لي أن بنتك تشتغل في الجامعة قال لهم هاي لو تقعد بين مئة رجل مليون رجل ما أخاف عليها هذه الثقة والدافعين أنك واثق فيك أو موش واثقة فيك حتى الزوجة تخفيك نعم علمت أن أنت وعلمت تحمل المسؤولية نعم تحمل المسؤولية مثل ما قلت إذا كنت أنا بقول حق واحد لا بتخطأ ولا بسير ولا فأنا أحط في حيز وهمي من الخوف والردد نعم وأخلي إنسان فاشل لا أنا أعتقد أنه لازم نجرب ولازم أهلنا صح ورانا ونستشف منهم لكن والله هم يدفعون لأشياء أنا أقول لهم لو لا وجود هذا الجد وهذا الأب والعم والأم والأخوان ما كنت أصل إلى هذا المجال لم أصل ما في حد يوصل بروحه نعم ما في حد لكن ممكن كل ما واحدة تسمعينها من حد توصلت إلى مكان تغير مجرد الحياة نعم ممكن فعل تشوفينه من شخص يغير من حياتك أنا معاي هذا المجموعة الجميلة الحلوة اللي أنا ما زلت لحد الآن يعني اللي أعطيهم الصحة والعافية ما زلت تحضلهم ما زلت يعني من عمني متزوجة لكن ما زلت تحضلهم والزوج موجود وتشجيع فحس إن هذه المجموعة غير أننا الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذه القيادة الجميلة القيادة الواعية القيادة اللي واعية لدور المرأة أيضا يعني إحنا هذه الرسالة أرسلت لنا من سمو الأمير الوالد ده كثيرا ما نراه مع سمو الشيخة موزة لا تمشي خلفه ولكنه تمشي بجانبه تمشي دائما بجانبه وهذه رسالة للجميع هي تمشي بجانبه وليست خلفه هي رسالة جدا واضحة أيضا الآن حتى في ابتتاح في أي مناسبات أو أي شيء دائما نلقى سمو الأمير أيضا الشيخة فدائما نلقى المرأة موجودة لها مكان حسيت يعني أن أنت يعني من صغرش كان عندك خيال ورأية لنفست في مكان ما وما حصلتي ولا حصلتي ما يفوق ما تخيلتي أكثر ما توقعته ويمكن تستغربين كان مصروفي اللي كان جيني من عند الوالد أو الوالدة وبالذات كان من الوالد كنت أجمع على دورات تدريبية يعني أنا كنت من ثانوية عامة أحذر دورات تدريبية إن شاء الله دكتورة كلمة نائية ونودع فيها من يشاهدنا على الشاشة وما قصرهم التابعين هذا الموضوع إن شاء الله نفيدهم في كلمة فقرة مجيبة خاصة المرأة اللي قاعدة حين طالعنا أنا دعوة بس للمرأة القطرية إن كنت تحبين قطر وتقولين دايما نقول كلمة الله يا عمري قطر حول الترجمين نحن الآن مقبلين على مرحلة جدا قوية مرحلة جدا متلائزة للعمل نعم محتاجة للعمل أنت تقولين أنا أحب قطر وتقولين الله يا عمري قطر ودمعتش تنزل لما تسمعين وتفوز قطر في مباريات وتفوزين وتستانسين أنا بحول هذا الفرح إلى ترجمة إن ما قدرتي وعيالك الله يجزيك خير وربيتيهم تعالي شاركيننا في أن نبني هالمجتمع تعالي خلنبني عيال فاعلين خلينا نغير معاش قناعات وسلوكيات عيالنا أي واحدة منهم عندها خبرة حياتش الله تعالي معانا كل الأماكن مفتوحة والله وأنا دعوة فعلا صادقة لي كل إنسانة شايفة في نفس خبرة تعالي جددي حياتك معاي نعم وأنا أقول يعني أيضا دكتورة من هذا المنبر إنه عندنا نساء طاقات وقدرات أجيبة وخلف الشاشة ولا أحد مستفيد من هذه الخبرات ليش نقلص الفائدة وليش نبخل على مجتمعنا بهذه المعرفة أو هذه الطاقات ترى كلنا محتاجين لمعرفتك وأنتي قادرة وأرجو أن تخطين خطوة إلى الأمام تسندين فيها عيالك تسندين فيها ذاتك وتحققين ذاتك لأن أنت أنت قطر شكرا جدكتور وشكرا الجميع على الحضور والمشاهدة وأدري إنهما قاعدين من المساعة إن شاء الله ما تمللتوا وضافنا لكم جديد واستمتعتوا وسمعتوا ما تحبون إلى حلقة جديدة إن شاء الله تكون رائعة بتواجدك بخلف الشاشة معانا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر